ميدانيا استشهد عشرات الفلسطينيين مساء اليوم في قصف استهدف مدرسة ومنازل مواطنين شمال ووسط قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 27 شهيدا ارتقوا وأصيب 93 أخرون على الأقل في قصف مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة غاوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والتي تأوي مئة نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع آلة الحرب الإسرائيلية على حالها حيث واصلت طائرات ودبابات وزوارق الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الجرحى والشهداء كما أحدثت ضمارا واسعا في المنازل والشوارع فخلال الساعة الماضية ارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين جديدتين واحدة في حي الصبر بمدينة غزة حيث دمرت مربعا سكنيا والأخرى في بيت اللهية شمال القطاع وارتقى عشرات الشهداء والقرحة في قصف على منازل سكنية في حي الشيخ ردوان طائرات الاحتلال لواصلت استهداف مخيم النصيرات وسط القطاع واشنت غارة عنيفة بمحيط الشركة الكهرباء شمال المخيم وانتشلت الطواقم الطبية أربعة شهداء قرأ استهداف منزل بدر البلح وسط قطاع غزة كما دمرت طائرات الاحتلال مبنى جمعية خيرية خلف المستشفى الكويتي برفح مما أوقع عددا من القرحة في منازل مجاورة ودمر جيش الاحتلال الاسرائيلي مسجد الرحمة وسط مخيم الشابورة برفح مما ألحق ضمارا واسعا في المنطقة الطواقم الإسعافية انتشلت أربعة عشر شهيدا وعددا من الإصابات بعد استهداف منزل في منطقة بني سهيل شرق خان يونس وشاركت الزوارق الحربية في استهداف منطقة غرب يونس جنوب قطاع غزة هذا وقد أجلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مع الأمم المتحدة 190 جريحا ومريضا مع مرافقهم وعدد من الطواقم الطبية من مستشفى الشفاء إلى مستشفيات جنوب القطاع فيما بقي عدد من القرحة ومرافقهم في المستشفى وقد تم نقل القرحة إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس ومرضى الغسيل الكلوي إلى مستشفى أبو يوسف النقار في رفح عملية استغرقت حوالي عشرين الساعة تم خلالها عرقالة القافلة وإخضاعها للتفتيش أثناء مرورها عند الحاجز العسكري الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها الأمر الذي عرض حياة القرحة والمرضى للخطر اشتركوا في القناة